فنقول لك الحكومات السابقة اللي كانت ولا زالت وأعتقد حتى الحكومة تتعامل مع البلديات أدوات استقرار مش أدوات تنمية استغلنا مش يحزوننا مشاكل لكن في الميزانية لا كانوا فعلا لو في توزيع عدل لميزانية ما نشوفوش الصراع اللي صاير على الوكلات والوزارات والوزارات والكلام لو قالوا عشرين في المية مثلا من مئة مليار الميزانية تخصص البلديات تشغبوه بيصاله ستين سبعين مليون شبابك كل يخدموا محلاتك كل يخدموا انت عطيه ميزانية وقول يا أهل زليت الرأس تلميزانية كده حاسبو عليه توبعتلي مطالب يدير شفافية ويبين رغم أننا نحن في بلدية زليتنا سنويا نعلنوا على مصاريفنا تعالوا على المصاريف، كداش العمل يفت جبت جبايب؟ نحن الآخر إعلان تم بنهاية عمل المجلس البرد يعني العام الماضي اللامول اللي صرفناها نو في الست سنوات خمسة وسبعين مليون كبير ميزانية الدولة يعني 23 مليون هدينا منح للبلدية سواء في الباب الثاني الباب الثالث مرة واحد اثنين مليون باقي 23 مليون من الباب لا ما هو 23 مليون كي جن جن في أزمات يعني مثلاً أزمة النازحين، أزمة كورونا في الباب الثاني بالشكل هذا يعني جن 23 مليون نحكي علي ست سنوات ونص تقريباً سبع سنوات الباقي ست سنوات كلهم أدو 75 مليون هذا مصاريفنا، ست سنوات 75 بسرعة بس قولي ابنين جبتهم بش نقولك ونصر 23 من الدولة و 52 بشركات دارتها البلدية شمالها شركات؟ يعني بدعم المؤسسات داخل مدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر